لماذا هذا الاهتمام بهذه العلامة التي تبدو ليست مهمة من قبل الأئمة صلوات الله عليه لماذا كل الاهتمام بهذه العلامة التي هي ظاهرة طبيعية في الحياة حائط لمسجد قديم يهدم أجيب على هذا السؤال لماذا هذا الاهتمام بهذه العلامة أولا إنها الكوفة العاصمة وهذا المسجد رمزها التاريخي والديني الأول إنه المسجد الأعظم في الكوفة إنها الكوفة العاصمة ستكون عاصمة للوجود الكوفة ستكون عاصمة الأرض والأرض ستكون عاصمة الكون إنها الدولة المهدوية العظمى والتي تقودنا إلى الرجعة العظيمة وإلى الدولة المحمدية التي هي جنة الأرض جنة الكون بل هي جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الكون فالكون كله عنوانه الدنيا السماء التي تعتلي هذا الكون هي السماء الدنيا وهذا الكون الذي نحن نعيش فيه هذه ملحقات السماء الدنيا زينة السماء الدنيا إذن أولا إنها الكوفة العاصمة وهذا رمزها التاريخي والديني الأول مسجدها الأعظم وثانيا يريدون صلوات الله عليه أن يقولوا لنا نحن معكم معكم حتى في التفاصيل الصغيرة فكونوا معنا كونوا معنا أيضا حتى في التفاصيل الصغيرة مثل ما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة معكم معكم لا مع غيركم إذن ثانيا يقولون لنا نحن معكم معكم في التفاصيل الصغيرة هذا تفصيل صغير لكننا نهتم به مثل ما نحن معكم في التفاصيل الصغيرة فكونوا معنا في التفاصيل الصغيرة أيضا وثالثا هذه علامة خاصة لشيعتهم الذين يبحثون في كل زاوية في كل مكان عن أية علامة في مسجد الكوفة في مسجد السهلة تقربهم إلى إمام زمانهم هذه علامة لشيعتهم هذه علامة لأبناء العاصمة لأبناء الكوفة أولا لأبناء العراق ثانيا للشيعة الزائرين ثالثة إنها علامة واقعية من واقع الحياة اليومية هذا مسجد الكوفة الذي نعرفه وهذه حيطانه القديمة التي نعرفها فيحدث هدم في حائط المسجد مما يلي دار ابن مسعود إنها علامة 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 لزوال ملك بن العباس أزال الله ملكهم عاجلا وعاجلا وعاجلا إن كان الذين يحكمون في بغداد والنجف هم الأوصاف هي الأوصاف لكننا لا نعلم الغيب ولسنا على علم بأسرار قانون البدا وواقع الشيعة الخائب يشير إلى أننا سنتحرك باتجاه السيناريو الثالث وحينئذ سينتفي كل هذا الكلام واقع الشيعة الخائب يقول هكذا إذن علامة خاصة لشيعتهم هذا ثالثا ورابعا ارتباط كل صغيرة وكبيرة في واقعنا الديني في واقعنا العقائدي في واقعنا الشيعي من جهة رموزنا ومنظومتنا العقائدية من جهة مفرداتنا العقائدية ارتباط كل صغيرة وكبيرة بالمشروع المهدوي وهذا ينبهنا إلى عظمة هذا المشروع فكل صغيرة وكبيرة ترتبط بخرائطه وتتعلق بسلاسله وتتصل بامتداداته في واقعنا الشيعي بالدرجة الأولى وفي الواقع العالمي بالدرجة بالدرجة الثانية ارتباط كل صغيرة وكبيرة بهذا المشروع المهدوي وتلك إشارة واضحة إلى مسار التعظيم الذي يفترض أننا عليه وعنواننا المستمر في هذه الحلقات تذكروه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هذه وجوه ظاهرة يمكنها أن تشكل جوابا لهذا السؤال لماذا الاهتمام بهذه العلامة ولماذا أخذ الأئمة هذا الحدث بنظر الاعتبار ما هناك الكثير من الحوادث التي تقع في العالم وهي أعظم بكثير من هذه الحادثة من حادثة هدم جدار لمسجد القضية رمزية ترتبط برموز المنظومة العقائدية لمدينة الكوفة التي هي عاصمته عاصمة القائم صلوات الله وسلامه عليه القضية ليست ناظرة إلى الحدث بما هو حدث الحدث بما هو حدث قد يكون اعتياديا لكن القضية مرموزة مرموزة هذه القضية مربوطة بالمشروع المهدوي وهذا المشروع عظيم فأي شيء يرتبط به سيكون عظيم هذا هو الفارق ما بين المسارين ما بين مسار التعظيم ومسار التقزيم الذي عليه الأقزام في حوزة الطوسي في حوزة التقزيم والتقصير والسفاهة والإرجاء والبتري إنهم مرجئة بترية مقصرون مقزمون للمشروع المهدوي نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت في داك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالات علي صلوات الله عليه والاعتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل هناك العديد من الحوادث المهمة والخطيرة التي ترتبط بمدينة الكوفة بشكل عام وبمسجدها الأعظم بشكل خاص جاء هذا في الروايات والأحاديث في كتبنا وحتى في كتب المخالف على الشعي أن يعرف هذه الحقائق كي يعرف أين يضع قدمه في زمان تهيمن فيه الفتن في جميع الاتجاهات أقرأ عليكم من الإرشاد إنه لشيخ المفيد المتوفى سنة أربعمية وثلاث عشر للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جباير إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري قموا المقدسة صفحة خمسمية أو ستة وثلاثين بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب ملك هؤلاء إنه يشير إلى العباسيين لا يذهب ملك هؤلاء والحديث عن العباسيين في حكمهم الثاني في حكمهم الذي يكون في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا الحجة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة لكأني لكأني الإمام يراها قلت لكم في الحلقات الماضية الماضي والحاضر والمستقبل عند أئمتنا نقطة واحدة ليس هناك من نقاط إنها نقطة واحدة الإمام يقول إمامنا الصادق لكأني لكأني أنظر إلى رؤوس لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون تندر تتساقط رؤوس تتساقط إنها رؤوس بشرية إنهم الشيعة في الكوفة هذه الرواية ذكرها أيضا الطوسي في الغيبة صفحة 278 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب وأصحاب الصابون لاحظوا عدم الدقة في رواية الطوسي أيضا في رواية المفيد حددها فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون هذا هو الذي أقوله لكم هذه ظاهرة أتلمسها في أحاديث الطوسي بشكل واضح في كل كتبه الحديثية ما يقوله مراجع النجفي من دقة الطوسي في نقل الأحاديث بسبب جهلهم وعدم طلاعهم على كتب الحديث وإنما هو كلام يتناقلونه على الألسنة من شخص لآخر من دون تحقيق وتدقيق الأدق في نقل الأحاديث الكليني الصدوق أقل دقة من الكليني هؤلاء الذين يقدمون الصدوق على الكليني ما عندهم من علم بشكل موسوعي في أحاديث العترة ولا هم على بلاغة ومعرفة بأسرار العربية نصوص الكليني أدق من جهة البلاغة والعربية إذا أردت هذه هذه ظاهرة عامة فيما نقله الكليني وفيما نقله الصدوق ما هذا الذي يتحدثون عنه في أبحاث الخارج هذا هراء هذا جهل بحقائق الحديث لأنهم يحدثون حميرا لا علم لهم بالحديث وحقائقه فيأخذون ما يطرح في دروس البحث الخارج الاستحماري يأخذون ما يقوله هؤلاء في دروسهم الاستحمارية يأخذونه أخذ المسلمات فلا هناك من تحقيق ولا هناك من تدقيق ولا هناك من حفظ للحديث ولا هناك من موسوعية في الإطلاع على حديث العطرة ولا هناك من ثقافة قرآنية تستند إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم ولا هناك من إلمام بحقائق الآداب العربية وأسرار البلاغة ومضامين دقائقها جهالة في جهالة في جهالة ويقال لنا هؤلاء هم العلماء الذين يخشاهم الغرب والله نحتاج هنا فتزيج بس شلون ضروري هنا فتزيج هؤلاء الجهل الأغبياء يخاف منهم الغرب من أي شيء يخاف من جهله من سفاهته من عدم معرفتهم بأمور دينه من أي شيء من هذا التمثلت لا يحكمون أن يتكلموا بشكل قويم وعلمي دقيق لدقائق ولا يحسنون أن يكتبوا سطورا من دون أن تكون مشحونة بالأخطاء البلاغية والأخطاء النحوية والأخطاء اللغوية كتبهم تدل على ذلك كتبهم التي يفتخرون بها مشحونة بالأخطاء بياناتهم خطاباتهم واقع مزري إلى أبعد الحدود لكننا ماذا نصنع للشيعة الدخيين الذين يعتقدون أن هؤلاء في علمهم كالأنبياء وهم يعبثون بأنفسهم قبل أن يعبثوا بالشيعة مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ضلوا وأضل شيعتنا إنما قرأت حديث الطوسي كي أبين لكم عدم الدقة في نقله للأحاديث وضربت لكم قبل ذلك مثالا أيضا حينما قارنت بين نقله وبين ما نقله النعماني تلميذ الكليني أخذ الدقة من أستاذه الكليني النعماني هو تلميذ الكليني هكذا ذكر الطوسي في غيبته لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون نعود إلى إرشاد المفيد لقد حدد المكان بالدقة فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون باب الفيل هو باب الثعبان هو نفسه لماذا سمي بباب الفيل في الحقيقة ما عندي وقت لكنني بالإجمال أقول هو باب الثعبان حادثة ماذا تريدون أن تسموها معجزة كرامة هكذا يقال عنها إنني لأخجل من سيد الأوصياء أن أقول من أن معجزة لعليه ولكن لماذا أصنع هكذا هو واقعنا علي علي هو الآهة العظمى هو الشر الأكبر هو النبأ الأعظم علي هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن هو الذي يقول أسمى من أن أنسب إليه محجزات هو أسمى من ذلك لكن الذي تعودنا عليه هو هذا في الحديث هذه شؤنات في مسار علي لأنني حين أقول معجزة لعلي أصف حالة واحدة بالإعجاز وهي معجزة سميتها هكذا بالقياس لقدرتي من أنا من أنا حتى أقايس قدرتي بقدرتي علي لا وجه للمقايس لأنني حين أقول معجزة فقد قايستها بقدرتي فمن أنا حتى أقايس قدرتي بقدرتي علي قلت لكم والله إني لأخجل من أمير المؤمنين أن أقول إنها معاجز علي على أي حال دعوني وشأني معجزة الثعبان مفصلة مفصلة ثعبان هائل عظيم دخل الكوفة ودخل من هذا الباب أمام الناس إلى المسجد وكان الأمير على المنبر وخاطب الأمير والأمير خاطبه هذا الذي تجدونه في زياراته من أنه مكلم الثعبان الحادثة فيها تفصيل أنا لا أريد أن أحدثكم عن التفصيل فسمي الباب بباب الثعبان فحينما يسأل الناس لماذا سمي هذا الباب بباب الثعبان خصوصا حينما يأتي الشاميون إلى العراق فيسمعون من أهل الكوفة هذا الخبر العجيب معاوية لما تسلم الأمر بعد الهدنة مع إمامنا الحسن المشتبى صلوات الله عليه جاء بفيل وربطه عند الباب حتى لا يسمى هذا الباب بباب الثعبان ربط فيلا عند الباب لأن الفيل حيوان غريب على العراقي يؤتى به إما من أفريقيا يؤتى به إما من أفريقيا وإما من الهند أو من بلدان أخرى فيكون مثارا ويكون سببا لتوجه الناس إلى هذا المكان خصوصا الأطفال الصغار إلى أين أنت ذاهب إلى باب الفيل من أين دخلت من باب الفيل ونسي باب الثعبان فعرف في التاريخ بباب الفيل أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر لا يذهب ملك هؤلاء ملك العباسيين حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة لا أريد أن أفهمها بما عليه الواقع اليوم سأفهمها بحسب سياقها في زمان أئمتنا في زمان إمامنا الصادق هذا المصطلح الاستعراض مصطلح أمني كان معروفا عند الأمويين وعند العباسيين الاستعراض هي عملية تفتيش لكل الناس في المدينة هذه هي عملية الاستعراض فيقال من أن الوالي استعرض أهل الكوفة يعني أمرهم أن يخرجوا جميعا من بيوتهم الذكور أن يخرجوا الذكور حتى الأطفال الصغار وسيكون التفتيش تفتيشا قاسيا وعادة ما تقطع الرؤوس في مثل هذا التفتيش إنهم يبحثون عن أشخاص معينين يريدون إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الناس فيصدرون الأمر من أن الوالي يريد أن يستعرض أهل المدينة في يوم الجمعة مثلا وعادة ما يكون الاستعراض في يوم الجمعة باعتبار أن الناس تعود من مزارعها وحقولها لأن يوم الجمعة يوم تعطل فيه الأعمال فيكون الجميع في بيوتهم إنني أتحدث عن الثقافة زمان إمامنا الصادق الصادق يقول لا يذهب ملك هؤلاء ملك العباسي حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة تفتيش عام لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون رؤوس تندر تسقط تتساقط تقطع أناس يقتلون أين ستكون المذبحة فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون أصحاب الصابون هم الذين كانوا يصنعون الصابون ويبيعون الصابون لهم سوقهم الخاص بهم دكاكينهم مجموعة في مكان واحد في سوق الكوفة الكبير ومثل ما قلت لكم قبل قليل من أن سوق الكوفة يمتد شمال المسجد وله أطراف تذهب إلى شرق المسجد أصحاب الصابون يقعون في بداية السوق أول السوق سوق التمارين ويجاوره سوق أهل الصابون هذه بداية سوق الكوفة كما يظهر من القرائن الموجودة في الروايات والأحاديث أو في كتب التأريخ التي وصفت لنا مدينة الكوفة نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والعبصار الإمام البدر المنير والسراج الزاهة والنور الساطة والنجم الهادي في غياهب الدجا وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الضمى والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النعات الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب هناك رواية أخرى أيضا أوردها المفيد في الإرشاد في نفس هذا الاتجاه الرواية التي مرت علينا أعيد قراءتها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب ملك هؤلاء هؤلاء العباسيين حتى يستعرضوا الناس بالكوفة في يوم الجمعة تفتيش عام لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون ما بين باب الفيل من عند المسجد فباب الفيل هو باب الثعبان الباب الرئيس لمسجد الكوفة من جهة شمال المسجد فمن الباب تمتد المذبحة إلى أصحاب الصابون إذا أردنا أن نقدر ذلك تقريبا وبحسب القرائن فمن باب الثعبان إلى أكثر من مئتي متر هذا التقدير تقريبي تقريبي سأذهب إلى الرواية الأخرى أيضا بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الإرشاد من المصدر نفسه الإمام يقول إن لولد فلان هذا التعبير تعبير عن العباسيين المفيد نفسه أين ذكر هذه الروايات ذكرها في علامات قيام القائم الحديث هنا عن الحكم العباسي الثاني إن لولد فلان لولد العباس عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة هذه لام التوقيت لتوقيدي هذه الوقعة لوقعة في يوم عروبة يوم عروبة يوم الجمعة العرب قبل الإسلام كانت تسمي يوم الجمعة بيوم عروبة فيوم عروبة هو يوم الجمعة هو من أسماء يوم الجمعة حتى في الإسلام هناك من يسمي يوم الجمعة بيوم عروبة من أسماء يوم الجمعة لكن هذا كان شائعا أيام الجاهلية لأن يوم الجمعة في القرآن وفي حديث نبينا الأعظم سمي دائما بيوم الجمعة فشاعت هذه التسمية إن لولد فلان عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل إلى أصحاب الصابون فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه الإمام إنما يقول هذا الكلام لا لأن القضية ستقع غدا في أيامه وإنما يريد أن يقول للشيعة هذه معلومات دقيقة رتب الأثر عليها هذا هو الذي يريد أن يقوله الإمام فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه ثم ماذا يقول إمامنا الصادق وأحسنهم حالا من أخذ في درب العنصار فالإمام يقدم النصيحة لشيعته من أهل الكوفة من أهل العراق من الزوار الذين يذهبون إلى الكوفة في تلك الأوقات في تلك الأوقات التي يتحدث عنها في هذه الرواية الإمام يحذرهم من هذا الطريق من هذه المساحة الممتدة ما بين باب الفيل يعني باب الثعبان وبين أصحاب الصابون إلى بدايات سوق الكوفة قطعا تغير التخطيط الآن لكن الإمام يتحدث بحسب زمانه ولا ندري فلربما يتغير التخطيط الموجود الآن في قادم الأيام ما يدرينا هذه الواقعة نحن لا نعرف زمانها أل ستقع في زماننا هل ستقع في زمان بعيد في قادم الأيام هذا حديث عن المستقبل إن لولد فلان لولد العباس عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل إلى أصحاب الصابون قلت لكم المسافة تقريبا من باب الثعبان إلى أصحاب الصابون هي أكثر من مئتي متر فإياكم فإياكم وهذا الطريق فاشتنبوه وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار نحن لا نملك خرائط لمدينة الكوفة في الأزمنة القديمة حتى نعرف بالضبط وبالدقة أين سوق الصابون وعين درب العنصار ولكن من خلال التدقيق في الروايات والتنقير والنبشي في كتب التعريخ يمكننا أن نصل إلى شيء في الحقيقة هذه مجموعة خرائط هذه مجموعة خرائط لمدينة الكوفة ولمسجد الكوفة ولسوق الكوفة بعضها من رسائل رسائل دكتوراه وبعضها من أبحاث جامعية موسعة وبعضها من كتب ومؤلفات متخصصة تخصصت في تاريخ الكوفة وفي تاريخ مسجد الكوفة والبعض منها من دراسات استشراقية للمستشرقين إنها مجموعة خرائط بعضها من مديرية الآثار في العراق قد تعتمد أكاديميا بالنسبة لي لا أعتمدها دققت فيها فما وجدتها دقيقة جدا فيها الكثير من الأخطاء والاشتباهات بحسب تشخيصي ولا أملك دليلا قطعيا على دقة تشخيصي ولكن بحسب المعطيات التي عندي التي أستقيها من أحاديث العترة الطاهرة ومن المعطيات التأريخية التي أعرفها حول تأريخ الكوفة نذهب إلى فاصل عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فأحبه وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئا ونورًا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الإمام إنما ذكرت أمر هذه الخرائط ربما تعودون إلى المصادر التي تجتمل على هذه الخرائط من مؤلفات وكتب ودراسات وتجدون تشخيصاً لمحلة الأنصار في الكوفة غير الذي سأذكره لكم لهذا سبب نبهت على هذا أنا لا أعتمد على هذه الخرائط لا على خرائط المستشرقين ولا على خرائط مديرية الآثار العراقية ولا على غيرها من خلال المعطيات المتوفرة عندي من أحاديثهم ورواياتهم ومما أعرفه من معلومات من بطون كتب التأريخ عن تعريخ العراق وتأريخ الكوفة وقبائلها وسائر المعطيات الأخرى درب الأنصار هذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق هنا وأحسنهم حالاً من أهل الكوفة أو من الذين كانوا موجودين في ذلك اليوم من أهل الكوفة ومن غيرهم وأحسنهم حالاً من أخذ في درب الأنصار الكوفة حين مصرت وسكنها المسلمون القادمون من الحجاز الأنصار سكنوا في محلة هي محلة الأنصار بحسب ما أعتقد تقع تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة في الجهة الشمالية الشرقية الشرقية يمكنني أن أشير إلى مرقد هاني ابن عروة ومن هذا المرقد ونذهب باتجاه الجهة الشمالية الشرقية لأن مرقد مسلم بن عقيل وكذلك هاني بن عروة يقعان شرق مسجد الكوفة محلة الأنصار بحسب ما أعتقد من خلال المعلومات والمعطيات المتوفرة تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة وتمتد شرقا إلى مسافة معينة هذه هي محلة الأنصار قطعا الدرب الذي وهو الطريق الذي يؤدي إليها هو هذا الذي يسمى بدرب الأنصار فلاحظوا أين يقع مرقد هاني بن عروة في الطرف الثاني من المسجد باب الفيل في الطرف الغربي من المسجد مراد في الطرف الغربي باعتبار أن شمال المسجد في جهته الغربية يقع باب الفيل أو باب الثعبان في التسمية الأصلية وفي الجهة الشرقية يقع مرقد هاني بن عروة المذبحة أين ستقع تقع عند باب الفيل يعني في الجهة الغربية مرقد هاني في الجهة الشرقية وقلت لكم من أن الأنصار سكنوا في هذه المنطقة في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة قطعاً على مسافة لم تكن بيوتهم ملاصقة للمسجد وإنما هناك مسافة قد تصل إلى رمية سهم أو إلى رميتين إلى أكثر من مئتي متر هناك تبدأ بيوت محلة الأنصار الطريق المؤدي إليها الدرب المؤدي إليها هو درب الأنصار السلامة تكون هناك حينما تكون هذه المذبحة أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن لولد فلان لولد العباس عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة في يوم عروبة في يوم جمعة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل إلى أصحاب الصابون فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه وأحسنهم حالاً من أخذ في درب الأنصار قد تكون هذه الرواية ناظرة إلى الاستعراض الذي مر ذكره في الرواية السابقة لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون فربما الرواية هذه أعطتنا معطيات أكثر للحادثة المتقدمة وربما هذه حادثة أخرى هذا العدد الكبير قد يكون اجتماعاً في صلاة جمعة صلاة الجمعة يجتمع فيها كثير من الناس فهذا العدد المتجمع عند باب الفيل قد يكون بسبب صلاة الجمعة الرواية تقول في يوم عروبة في يوم جمعة وإلا مستغرب أن يكون هذا الجمع عند مسجد الكوف إلا أن تكون القضية مثل ما قلت لكم إنه الاستعراض التفتيش العام في المدينة كما حدثتنا الرواية السابقة أو أنها صلاة الجمعة في يوم عروبة وتحدث فتنة فتن العراق كثيرة وفتن الشيعة أكثر وفتن الكوفة والنجف وكربلاء أكثر وأكثر وأكثر ما هذا هو التاريخ وهذا هو واقعنا في كتاب الفتن لنعيم ابن حمات وقد حدثتكم عن هذا الكتاب في الحلقات المتقدمة وقرأت عليكم شيئا منه على سبيل الأنموذج هذا الكتاب ليس كتابا موثقا عند المخالفين لماذا لأنه يجتمل على كثير من الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة أنا لا أعتمد عليه كما أعتمد على كتبنا التي نعرفها لأن الروايات التي نقلها عن العترة الطاهرة فيها خلل لا تخلو من خلل لكنها مع خللها تجتمل على مضامين واضحة تؤيدها الروايات الموجودة في كتبنا التي نعتمدها هذه الطبعة من كتاب الفتن لنعيم بن حماد هي طبعة مكتبة الصفا القاهرة مصر الطبعة الأولى 2003 ميلادي نعيم بن حماد متوفى سنة 229 للهجرة صفحة 176 رقم الحديث 809 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قلت لكم هناك الكثير من أحاديث العترة في هذا الكتاب ولهذا السبب يضعفون الكتاب لا يأخذون برواياته ولا يعتمدون على أحاديثه مع أنهم يمدحون نعيم بن حماد مديحا كثيرا لكن لأنه نقل عن العترة في كتابه هذا يرفضون كتابه الروايات التي نقلها لا تخلو من خلل على أي حال نحن نقرأ الأحاديث ونأخذ معناها الإجمالية الذي يأتي مطابقا لما عندنا في أحاديثنا في كتبنا المعتبرة 176 من كتاب الفتن لابن حماد رقم الحديث 809 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر الأبقع الأبقع بحسب رواياتنا يظهر في سوريا هل المراد هو هذا هل المراد غيره من القرائن إنه أبقع سوريا لأن الحديث سيكون عن السفياني والسفياني حينما يظهر في سوريا سيقاتل الأبقع وسيقضي عليه بحسب أحاديثنا على أي حال أعود إلى الرواية التي نقلها ابن حماد عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله عليه إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة مع قوم ذوي أجسام يبدو أنهم قوات خاصة أجسامهم متميزة لقد تدربوا تدريبا خاصا إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة فتكون بينهم ملحمة عظيمة تكون بينهم وبين أعدائهم هذا خلل في الرواية قلت لكم الروايات التي نقلها عن العترة لا تخلو من خلل هذا الخلل متعمد ليس من قبل ابن حماد ربما من الأجيال التي جاءت بعد ابن حماد عبثوا في كتابه لأنها أحاديث العترة يريدون أن يدخلوا فيها خلل إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة قطعا هذه الملحمة هي ملحمة الأبقع والأبرص والسفيان هناك الأبقع هناك الأبرص هناك عدة شخصيات إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون فيقاتلها جميعا يقاتلها جميعا من يقاتل الرايات جميعا هذا خلل في الرواية أيضا فيقاتلها جميعا فيظهر عليهما جميعا أيضا هناك خلل في التعبير مرة يأتي الكلام جمعا وأخرى يأتي تثنيتا وهذا هو الذي قصدته من خلل في أحاديث هذا الكتاب التي نقلها عن العترة الطاهرة الذي يبدو لي هو خلل متعمد ليس من المؤلف وإنما من علماء المخالفين الذين جاءوا من بعده كي يضعف هذه الأحاديث فتكون مهلهلة من الجهة اللغوية والمعنوية فلا يأخذ بها أتباعهم ما هو هذا البرنامج الشيطاني على طول الخط وهذا هو الذي يفعله مراجع حوزة الطوسي الآن مع أحاديث وبرامج هكذا يضعفون أحاديث وبرامج التي هي لباب حديث القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي ونباب حديث العترة المفهم بقواعد تفهيم علي وآل علي لكن الأمور هكذا تجري وإذا لم تجري هكذا فذلك هو المستغرب المستغرب أن الشيعة تأخذ حديث العترة من دون أن تسمم مرجعية النجف أفكاره هذا هو المستغرب فمرجعية النجف مرجعية شيطانية قذرة تحارب فكرة أهل البيت صلوات الله عليهم بشكل واضح وصريح هذه القضية بالنسبة لي واضحة كوضوح يدي هذه أمام عيني لا أشك فيها تجربتي تتجاوز الأربعين سنة معهم بشكل عملي وحسي وتحقيقي وتدقيقي في كل كتبهم في كل كلامهم في كل زاوية من زوايا حياتهم الأمر لا يخص هذا الزمان منذ أن تأسست هذه الحوزة المشؤومة اللعينة سنة أربعمية وثمانية وأربعين على يد الطوسي المشؤوم واستمر الضلال منذ ذلك اليوم إلى لحظتنا هذه أعود إلى الرواية إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون فيقاتلها جميعا فيظهر عليهما جميعا على الأبقع وعلى الأبرص ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة لا أريد أن أقرأ الرواية كلها لأنني لست بصدد الحديث عن السفياني ولا عن اليماني أريد أن أصل إلى هذه النقطة إلى الكوفة ثم يظهر الكندي في شارة حسنة في شارة حسنة في علامة في هيئة في مجموعة في طبيعة في طريقة ثم يظهر الكندي في شارة حسنة فإذا بلغ تل سماء فأقبل ثم يسير إلى العراق الحديث عن مسير من جهة الشام ثم يسير إلى العراق وترفع وترفع قبل ذلك إثنة عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة زعماؤها معروفون إنهم المراجع هذا هذا الموضوع تحدثنا عنه وقلت لكم من أن الرايات هذه ترفع في زمان مقارب لزمان لزمان معروفة أو الحسين يدعو إلى أبيه يدعو إلى أبيه إما أن أباه مرجع من المراجع فهو يدعو إلى أبيه من المراجع الأحياء وإما أن أباه من المراجع الذين ماتوا وهو يدعو إلى منهجه هناك احتمالان هذه الأحداث في الأجواء القريبة من عصر الظهور السفياني قد ظهر الرايات التي ترتفع في الكوفة إنها ارتفعت في زمن قبل هذا الزمن لكنها ستبقى موجودة إلى زمن السفياني ما هي هذه رايات الحكم العباسي والحكم العباسي سيبقى إلى الزمن السفياني لأن السفيانية هو الذي سيقضي على جانب من الحكم العباسي الجانب الآخر سيقضي عليه الخراساني وترفع قبل ذلك إثنتى عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة زعماؤها معروفون وكل راية تنسب إلى قائد إنهم المراجع لأن الأتباع يقولون نحن نقلد فلان الذين يقلدون السيستاني سيستانيون والذين يقلدون مرجعا من آل الحكيم مثلا يقال لهم حكيميون وهكذا والذين يقلدون أحدا من آل الشيراز يقال لهم شيرازيون منسوبون إلى مراجعهم وترفع قبل ذلك إثنتى عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسني أو الحسين يدعو إلى أبيه في رواية ثانية ويقتل بالكوفة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه تلك الرواية ليس فيها ترديد فالمقتل من ولد الحسين الرواية تلك رواها ابن حمد أيضا عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه سأعود إليها وترفع قبل ذلك إثنتى عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسني أو الحسين يدعو إلى أبيه ويظهر رجل من الموالي من الموالي من غير العرب أو من الذين يرتبطون بإيران بشكل مباشر ويظهر رجل من الموالي فإذا استبان أمره وأسرف في القتل قتله السفياني فإذا استبان أمره وأسرف في القتل يبدو أنه قد يطلب بثأر ذلك الرجل الذي هو من ولد الحسني أو الحسين يدعو إلى أبي يبدو هذا على سبيل الظن وترفع قبل ذلك إثنتى عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة لقادتها وزعمائها الذين هم مراجع الدين ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسني أو الحسين يدعو إلى أبي ويظهر رجل من الموالي فإذا استبان أمره وأسرف في القتل قتله السفياني لأن السفيانية سيسيطر على النجف ومراجع النجف سيبايعونه هؤلاء اللعناء سيبايعونه ويغدرون بإمام زمانهم ويخرجون لقتاله هؤلاء الأنجاس أتحدث عن المراجع الذين سيكونون في عصر الظهور الرواية الثانية من الكتاب نفسه صفحة 173 رقم الحديث 800 من الباب الثاني والعشرين بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء وفي بعض النسخ ذو الشفاء لم يلبث إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر الأبقع في سوريا ولكنني قلت لكم الروايات هنا في هذا الكتاب فيها خلل تعرضت لتحريف مقصود وربما يكون في مصر أبقع وأبقع وأبقع نحن والرواية الرواية بحاجة إلى شرح ووقت الحلقة صار طويلة سأعود إليها يوم غد إن شاء الله تعالى لا زال الحديث في هذا الموضوع المهم والمهم جدا تابعوا الإعادة وانتظروني غدا أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله